هل هذا بأنه مشكلة في نوعية اللعبين بالنسبة للجزائريين وأنه لم نغير بقينا بنفس الأوجه بنفس الفكر التدريبي من زمان لذلك السينيغال تغيرت أو يتحدث لك على أسماء مهمة التي لعبت معنا كثير من الأسماء تغيرت في السينيغال مقارنة بالمتخب الجزائري هل هذا فكرك ربما ما تقول عنه أو رأيك شوف حاكي ما نشاطرك في حاجة أنه ولا ما عندكش لو ما يكونش عندك لعبين من طيراز عالي وفيه فورمة عالية تجيب أحسن مدرب في العالم ما يقدرش يقدم لك منتخب وطني جيد هذه متفق عليها لازم اللعبين يلعبوا في أعلى مستوى لأنها راح تلعب في أعلى مستوى الآن الجزائر بعد 2019 كانت لازم تطلب زيد تطلع نروحوا نشوفوا نروحوا مونديال باش تروح مونديال لازم تقعد في المستوى التاعك أو تتحسن وتجيب لعبين دائما أحسن ليدعبوا تحت الضغط العالي ليعندهم تفكير تكتيكي يعني ليعندهم قوة بدنية ليعندهم يعني يقدر يلعب تحت الضغط ويلعب في مستوى يعني بدني عالي هاد الشي قاع باش يخليك تلعب في أعلى مستوى لأن إفريقيا مع المستوى العالمي ما راهوش راهو بعيد يعني السينيغال اللي شفناه في 2019 اللي حزمناه في النهائي وهذا لا مش هاداك السينيغال يوم شفنا سينيغال عالمي لعبين كلهم يلعبوا في أعلى مستوى في أعلى الدوريات دوري الإنجليزي دوري ألماني هاد الشي يرفع لي أنه كاين هديك التاكتيك كوليكتيف وكاين تاكتيك انديفيديويل دوك اللعاب نتايا في الفارق وطني ما عندكش وقت راح تعطيه لي قروند ليل لأن اللعاب لي فورمي جاهز كل يوم روسا أسمح لي كمالات لاعب دائما في هديك الظروف روي لعب في أعلى مستوى لاعب دائما في تفكير لأن الآن حل قوسبرك كورت القادم خلاص لحقنا الأعلى مستوى من ناحية البدنية والتقنية والتاكتيكية الآن كورت القادم راح تتطور هنا سرعة التنفيذ سرعة يعني السكانين تأخذ المعلومة قبل وقت الآن اللعبين وش راح اللي يدير هاد السرعة لأن هاد السرعة لكاپاسيتي منطال هدي لازم لك وقت باش تلحق لها لازم باش تنفد كاين لعب تعطيه كورة يدير كنترول باش يسدد راح ياخد ثانية ونصف كاين لعب سريع كاين لعب مي لأن الآن خلاص لحقنا لصومي سي لبلان فيزيك الآن وش عنا نشوف أنا وش حبيت قولك عنه ساتيلي ساتيلي سريع زين علش عنا نشوفوا لي بليسير لا خطر رانا نمشوف لسوي رانا نمشوف لاليميت لعبين رام يمد دقاء وش عندهم رانا نمشوف لاليميت تعل تعل فورم فيزيك اللعبين نرى هم يروحوا الأقصى جهودهم على بيارانا نشوفوه دي بليسير بكري مكاش الكورة القادم كانت الكورة القادم تلعب وبعد تتوقف لأنا مكاش توقف اللعب لي ما عندوش كورة دايما يخلق من الساحات وكورة شفنا أنا شفت مقبيل تلاحهم تلات لاعبين في الهواء ديالو مع تنين لاعبين من هولندا أنا قلت راح يوقف الحاكم الكورة اللعب ديالو ناد وكمل شوف يعني الاندفاع القوى البدنية شوف وين لحقنا الآن اللعبين ما يخليكش ترمي رجلك يرمي راسم هنا أسكو عندنا هادري جوار يا حسين هنا قمت بتتوقف النار ما نشفت مرح نشفت مرح نشفت لعب لعب كتوجده سؤال حاكم واضح مقارنة بالسينيغال كيف لنا أن نرتقي لهذا المستوى لا نحكوش على التكوين لازم يكون جوار أليس كذلك حاكم شوف تروا مشكلتنا باكونا نعطرون نمفيستي وطرع منها في الصح خلينا نعطرون في الصح شوف نقول له شوف سمح لي حسين هذا ما أردته نعم أجوار بريديس بوزي اللي عنده المؤهلات باش يلحق لها خلينا من المؤهلات نعطيك سريعا